حلقة جديدة من عالم الطاقة نناقش فيها قضية التغير المناخي واتفاقية باريس خصوصا في ظل الجدل القائم حول خروج أو بقاء أكبر اقتصادات العالم البلايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية التي من المتوقع لها أن تنعكس بشكل كبير على قطاع الطاقة العالمي واستثمارات الطاقة المتجددة والشركات العالمية المرتبطة بها أهلا بكم تغير المناخ هو واحد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم فما هو؟ وما هي أسبابه؟ وما الذي يمكن أن يحصل إن لم نتخذ الإجراءات المناسبة؟ التغيير المناخي هو التغيير الملموس في معايير المناخ من ضمنها بداية درجات الحرارة ومعدلات غطول الأمطار وظواهر الجوية القاسية تنقسم العوامل المسببة إلى قسمين العوامل الطبيعية وأيضا الأنشطة البشرية ولنفهم أكثر دور البشر في لعبة التغيير المناخي علينا أن نتعرف أولا على غازي غاز ثاني أكسيد الكربون هذا الغاز هو أحد أهم الغازات الموجودة في الغلاف الجوي وجوده بكمية متوازنة يساهم باحتباس طاقة الشمس لتدفئة الكرة الأرضية والحفاظ على اعتدال المناخ لكن مع ازدياد النشاطات الصناعية للبشر والتي تعتمد على حرق الوقود الأحفوري تصاعدت نسبة انبعاثات الغازات للاحتباس الحراري فاختل بذلك التوازن بحثبات الغلاف الجوي بهذه الحالة يختزن طاقة شمسية أكبر ويؤدي بالتالي إلى هذا الاحترار العالمي الأثار السلبية ليست بالبسيطة فأولا يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى هجرة بعض أنواع الكائنات البحرية وحتى انقراض البعض الآخر منها يؤدي ذلك إلى ذوبان الكتل الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي وهذا يعني ارتفاع منسوب مياه البحر وحتى اختفاء بعض المدن الساحلية من أثار التغيير المناخي أيضا هو ازدياد الظواهر الجوية القاسية وغير الاعتيادية فسيشهد كوكبنا ازديادا في الأعصير وتشكل السيول والفيضانات وستزداد أيضا وطأة موجات الحر وفترات الجفاف هذا يشكل خطر مباشر على الأمن الغدائي والمائي للإنسان وبعد الهدف اليوم هو تأمين مناخ آمن مستقبلا الأمر الذي يتطلب من الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين ويمر الطريق إلى ذلك عبر كبح انبعاثات الغاز الكربونية إلى الصفر بحلول العام 2050 أهمية تحديات التغييرات المناخية دفع الدول العالم إلى تبني اتفاق باريس الذي يفضي إلى مكافحة الاحتباس الحراري هذا الاحتباس الذي يهدد مستقبل الأرض وسكانها اتفاقية باريس للمناخ طبعا التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية أو أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نيتها الانسحاب منها هي تعتبر أول تعهد تحت أشراف الأمم المتحدة لمكافحة تغيير المناخ ووقف ارتفاع حرارة الأرض فقد أبرم 195 بلد اتفاقية باريس في ديسمبر 2015 بعد سنوات من المفاوضات الشاقة وفي حين دعم الدول عدة هذه الاتفاقية حول المناخ وخصوصا هنا أتحدث الاتحاد الأوروبي والصين اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن هذه الاتفاقية غير منصفة على أعلى المستويات للولايات المتحدة الأمريكية بل وهي تعرق للاقتصاد الأمريكي الدول الموقعة على الاتفاقية اتفقت على وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض من خلال خفض انبعاثات الغازات التي تسبب في الاحتباس الحراري بل وحددوا سقف لارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية كان في تأكيد على تقليل كمية الغازات الدفيئة هي غازات منبعثة من نشاطات الإنسان إلى المستويات ذاتها التي يمكن للأشجار والتربة والمحيطات انتصاصها بشكل طبيعي بدءا من مرحلة في فترة ما بين 2050 و2100 الاتفاقية نصت على مراجعة مساهمة كل دولة في تقليل انبعاث الغازات كل خمس سنوات وشددت أيضا على ضرورة دعم الدول الغنية للبلدان الفقيرة كيف؟ بتزويدها بتمويل لمساعدتها في التأقلم وأيضا الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة حتى الآن لم تعلن أي دولة سوى الولايات المتحدة الأمريكية عزمها الانسحاب من الاتفاقية لكن عملية الانسحاب ليست سهلة هي تستغرق عاما على الأقل بعد تقديم الطلب رسميا وبحسب قواعد الأمم المتحدة للاتفاقية فأن أي دولة لا تستطيع طلب الانسحاب قبل مرور ثلاث سنوات من بدء تطبيق الاتفاقية في نوفمبر 2016 هذا يعني بأن واشنطن مضطرة للانتظار حتى يوم الرابع من نوفمبر 2020 على أقل تقدير هذا اليوم مميز لأنه اليوم الذي يلي الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة ولكن دونالد ترومب الرئيس الأمريكي يستطيع أن يضغط لتقليص فترة الإجراءات الشكلية إلى عام إذا انسحب من المعاهدة الأم وهي مبرمة عام 1992 والتي أسست لاتفاقية باريس إذن نأخذ الآن فاصل قصير نتابع مع علماء الطاقة وخبراء مصير هذه الاتفاقية للمناخ في حال بالفعل تم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها وتأثير ذلك على الاستثمارات في عالم الطاقة والشركات المرتبطة به أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة رسميا أنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ لكنها تركت الباب مفتوح أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الخارجية قالت أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب التي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع سنوات في يونيو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم بلاده لانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ليمحو بذلك إرث بارك أوباما في مجال البيئة فالاتفاقية وفقاً لترامب ستكلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات وستقضي على وظائف وتعرقل صناعات النفط والغاز والفحم والصناعات التحويلية لكن ترامب أبقى الباب موارباً للبقاء في الاتفاقية مشترطاً تغيير بنودها لتكون مواتية بشكل أكبر للولايات المتحدة ولشركاتها وعمالها ودافع الضرائب ووصف العديد من زعماء قطاع الأعمال هذه الخطوة بأنها ضربة للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ وبأنها فرصة مهدرة لاستغلال النمو في صناعة الطاقة النظيفة الناشئة بالولايات المتحدة وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة على رأس معارضي الانسحاب من اتفاقية باريس مثل تسلا موتورز وجنرال إلكترك هذه الشركات متخوفة على أعمالها وأداء أسهمها في المقابر رحب منتج الفحم الأمريكيون بالأعلان عن اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاق باريس واعتبرت منظمة الاتلاف الأمريكي لكهرباء الفحم النظيف أن البقاء في الاتفاقية سيؤدي إلى ارتفاع بأسعار الطاقة والاعتماد على مصادر طاقة أقل موثوقية وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغاز ثاني أبسيد الكربون في العالم بعد الصين لذا سيكون الانسحابها تأثير فعلي وتبقى لاتفاقية باريس التزمت الولايات المتحدة بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28% أقل من مستواها عام 2005 وذلك بحلول عام 2025 وهناك مخاوف من اتباع دول أخرى للولايات المتحدة في نهجها هذا أو إبداء التزام أقل بأهداف اتفاقية باريس وعلى الرغم من أن الصين والهند والاتحاد الأوروبي أعلنت أنها ستلتزم بالاتفاقية بعد تحرك ترامب لسحب الولايات المتحدة منها فإن خبراء البيئة يرون أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قد يسرع آثار تغير المناخ العالمي ويجعل موجات الحرارة والفيضانات والجفاف والعواصف أكثر سؤاً للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن أو تنضم إلينا من واشنطن خبيرة الطاقة في معهد بروكينغس الأمريكي سامانتا جراس من لندن خبير قضايا الطاقة ومدير المركز العالمي للدراسات التنموية بالمملكة المتحدة صادق أركابي أهلا بكم مساء الخير وبداية أبدأ معك سيدة جراس لماذا برأيك هذا الموضوع بالتحديد هو مهم لقطاع الطاقة نحن نتحدث عن مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية هنا وهو مهم للغاية خصوصاً بالنسبة لقطاع الكهرباء أنتم رأيتم هنا موجة في الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بسبب تغير المناخ وربما يكون ذلك مستبعداً لكن الابتعاد عن الفحم لأننا وجدنا الغاز الطبيعي وذلك بشكل مكلف في الولايات المتحدة الأمريكية إذن هذا أدى إلى انخفاض انبعاثات الغازية ولذلك فعندما ننظر إلى مستقبل الطاقة وننظر إلى اتفاق باريس نجد أنه ليس هناك علاقة كبيرة بين الاثنين دعني أنتقل إليك أستاذ صادق ما هي حجج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للانسحاب من اتفاق هذا نعم تحية لكم والضيفة الكريمة والمشاهدين الحجج التي يبديها الرئيس ترمب واضحة يقول بأنه هذا الاتفاق غير عادل يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بأمور لا يلزم بها الآخرين تدفع الولايات المتحدة الأمريكية مبالغ أكثر من غيرها يحملها التزامات قانونية يسيء إلى قطاع الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساهم في انتقال وظائف خاصة في صناعة الفحم إلى دول أخرى كالصين والهند وبالتالي يهدد النمو في الاقتصاد الأمريكي هذه الحجج التي يبديها الرئيس ترمب طبعا ليست في مجملها صحيحة لأن صناعة الفحم نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية هي في تناقص تدريجي وذلك بسبب وجود البدائل كالغاز وبسبب أيضا إحجام الكثير من الصناعين في الدخول في هذا المجال بعد سياسة الرئيس الذي سبقه وهو باراك أوباما الأمر الآخر أن الصين نفسها التي يتهمها الرئيس الأمريكي بأنها سوف تنتقل أيها الوظائف هي تريد أن تتحول إلى الطاقة المتجددة وتريد أن تخفض اعتمادها على الوقود الحفوري بنسبة 20% لغاية العام 2030 أيضا بالنسبة لقطاع الوظائف الذي يخشى الرئيس الأمريكي على انخفاضه فهو يتناسى أن قطاع الطاقة المتجددة سوف يوفر الفرص البديلة وسوف يحقق مزيد من النمو للاقتصاد الأمريكي إذن كل هذه الحجاج هي ليست حجاج حقيقية وإنما هي تصب في سياسة الرئيس ترامب الذي قال بأنه يريد أن يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية مستقلة في قطاع الطاقة واتفاق باريس يعيق هذا العمل دعني أنقل هذا السؤال لسيدة سمانتا من غير المعقول أن باراك أوباما الرئيس الأمريكي الأسبق وقع على هذه الاتفاقية من دون أن يكون هناك أمور إيجابية برأيك الآن ما هي الجوانب السلبية والإيجابية لهذا الاتفاق إذا ما وضعنا وجهة نظر رئيس باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب عندما أفكر في السلبيات والإيجابيات في اتفاق باريس أود أن أقول أن الأشياء التي قالها ترامب عندما أرد أن ينسحب كانت مخيبة بنسبة لي لأنها كانت غير صحيحة ويبدو أنها حجج قديمة حول اتفاق المناخ اتفاق باريس وتجاوزها الوقت والعصر الصين استطاعت أن تفعل أشياء كانت أمريكا تمنع نفسها من فعلها لكن بالنسبة لاتفاق باريس هو ليس ملزما كل دولة تحقق أهدافها بالقياس إلى اتفاق باريس والسبب أنه ليس ملزما هو أنه يمكن للدول أن تتحدى نفسها في تحقيق هذه الأهداف لذلك هذا الانسحاب من قبل ترامب كان محبطا ومخيبا يجب أن نفكر على أشيقين أولا تأثيره على الولايات المتحدة وثانيا تأثيره سلبا على علاقاتنا مع العالم الخارجي هنا في الولايات المتحدة سنرى بعض التغيرات وهذا لن يتراجع لأنه سيكون هناك هدف من حيث انبعاتات الكربونية بعض الولايات لديها طموحات حتى مع إعلان ترامب عن انسحابه وستواصلوا الطريقة في الطاقة النظيفة وسنجد بعض التقدم في الولايات الأخرى إذن لن يكون الوضع سيان في جميع الولايات وجميع الأقاليم في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الصعيد الدولي هو غير مستقر لأن هذا الاتفاق 195 دولة وقعت هذا الاتفاق هذا يدل على أن هذا اتفاق من الحجم الكبير وهذا يبين أن الأمر جدي بالنسبة للعالم والولايات المتحدة وكما قلتم في تقريركم هناك كانت رسالة في عهد أوباما أنه ليس جيدا أمر الانسحاب وعدم توقيع عليه بالنسبة للولايات المتحدة يجب أن نتعاون في الكثير من القضايا ولا يجب أن نسيئة إلى سمعتنا نحن قلقون بالرسالة التي يرسلها ترامب إلى الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق وما الذي سيحدث هنا داخليا بسبب مستويات متباينة من الصناعات حسب الولايات وربما لن نحقق أهدافنا أصلاح صادق أحاول أن أفهم إذا ما استثنينا الأمور الإيجابية البيئية التي تحدثنا عنها وما ذكرت سيدة سمانتا من موضوع أيضا سياسي على قد دبلوماسيا وغيرها اقتصاديا ما هي الأثار الإيجابية لهذا الاتفاق إيجابيا بالنسبة لهذا الاتفاق إذا ملتزمت به الولايات المتحدة الأمريكية فأنه سوف يعزز صناعات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأمريكية كثير من الشركات اليوم وحتى شركات النفط يعني اكسون موبيل بي بي شيفرون أبدت أنها تعارض سياسة الرئيس ترامب وذلك لأن هذه الشركات أولا استثمرت قبل سنوات قليلة في خطط طويلة الأجل لتطوير الصناعات في الطاقة المتجددة وهذه الخطط تكلف الشركات وأنفقت عليها الكثير من الأموال وبالتالي من غير الممكن الآن أن ندخل في حالة من اللايقين بالنسبة لمستقبل الخمس سنوات القادمة خاصة بالنسبة لخطط هذه الشركات الأمر الآخر أن هذه الشركات ترى وخاصة شركات الطاقة طاقة النفط أتكلم ترى في أن عودة صناعة النفط تهديدا لها وتهديدا لإستثماراتها الكثير من هذه الشركات لديها استثمارات في الحقول النفطية وبالتالي خروج الرئيس ترامب من الاتفاقية يعني أن كثير من الأصول سوف تبقى مجمدة ولا يمكن لشركات النفط أن تتحكم بها أما إذا التزمت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بهذا الاتفاق فيمكن لشركات النفط أن تدرك أهمية صناعات الطاقة المتجددة وتعمل على الاستثمار أكثر بها وبالتالي يمكن أن تحقق الأرباح التي خططت لها قبل سنوات لذلك لا يمكن الحديث أننا قبل سنتين من الآن نحاول أن نتفق على اتفاقية باريس ثم بعد سنتين نخرج منها لأن شركات النفط كانت أصلا قد وضعت قبل سنوات خطط للتحول إلى الطاقة المتجددة الموضوع ملفت بأن هناك وقت طويل قبل أن تستطيع بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج هي صحيح تقدمت بالطلب ولكن هذا لا يعني بأنه سوف تستطيع الخروج مباشرة المعاهدة تحت قبة الأمم المتحدة تقضي بأنه لا تستطيع أن تخرج قبل ثلاث سنوات من التطبيق وهذه الإجراءات تأخذ سنة فبالتالي نحن لدينا وقت طويل ليكون الموضوع نهائي سيدة سمانتا سؤالي لك هنا هل تتوقعين بأن هذه حركة مناورة لتحسين الصروط بالنسبة للرئيس الأمريكي أعتقد أن هذا أمر سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو كان قد قال هذا الأمر في الحملة الانتخابية وهو يفي بالوعود التي قدمها خلال الحملة الانتخابية الولايات المتحدة الأمريكية عندما نفكر في قطع الطاقة واستثماراتها فإنها دولة مهمة لكنها ليست الوحيدة وهذه الإدارة سيكون لديها انتخابات بعد ثلاث سنوات ونصف لذلك عندما ننظر إلى السياسات التي ننهجها في السياسة الطاقية فإننا ننظر أن هذا القرار للانسحاب لن يكون دائما هناك صناع قرار متعددون ونحن نتطلع هنا إلى القرارة الطويلة المدى وليس لدورة واحدة من أربع سنوات ومن المهم أن نقر بأن قطاع الطاقة بنفسه يعون هذا الأمر ويعون أن هذا القرار ليس شيئا سيستمر على المدى الطويل أستاذ صادق رأيك؟ بالتأكيد بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الالتزام سوف يعطي دفعة للاقتصاد الأمريكي لا يمكن لنا أن نتكلم عن اقتصاد أمريكي يعتمد على صناعة واحدة فقط كما يقول الرئيس ترامب يعني صناعة الفحم هي جزء بسيط من التكنولوجيا الأمريكية والقطاعات المتنوعة في الاقتصاد الأمريكي لذلك أن تركز سياسة واحدة على قطاع صغير في الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر خاطئ ثم أن التزام الولايات المتحدة في هذا الاتفاق كما ذكرت سوف ينعش سوق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية وسوف يدعم الاقتصاد الأمريكي وسوف يؤدي إلى مزيد من الانفتاح للأسواق الأخرى وتصدير هذه الثقافة والتكنولوجيا الأمريكية إلى الدول التي تحتاجها كثير من دول العالم في الأسواق النامية اليوم تحتاج إلى هذه التكنولوجيا المتطورة وانتهاج سياسة الانعزال التي يمارسها الرئيس ترامب قد تؤدي إلى إضعاف تلك الدول الأخرى ونتائج سلبية تنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي بشكل كامل لذلك أنا أقول بأن الالتزام بهذه الاتفاقية أمر لا بد منه ليس فقط بالناحية الاقتصادية وحتى من ناحية البيئة التي يعتقد الرئيس ترامب بأن الالتزام الاتفاقية لن يؤثر إلا بعشرين بالمئة أو درجتين بمئوية ولكن أنا أقول بأن وليس فقط أنا كثير من علماء الطاقة يعتقدون بأن الاتفاق والالتزام به يؤدي إلى انخفاض على أقل تقدير إلى درجة مئوية لغاية العام 2030 إذن القضية حتمية في فائدة هذا الاتفاق سواء من ناحية البيئة أو من ناحية الاقتصاد طبعا للحديث بقية أنا أشكرك من لندن خبير قضايا الطاقة ومدير المركز العالمي للدراسات التنموية بالمملكة المتحدة صادق الركابي وأيضا من واشنطن خبيرة الطاقة في معهد بروكينغز الأمريكي سامانتا جراس بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نلتقى الأسبوع المقبل مع قضية جديدة من عالم الطاقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة